السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا لكلكم في أحسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله بيش نحضر وصفة تنسية سهلة مهلة وصفة تقليدية اللي هي إصدر إصدر بالليمون والكبار معروف خاصة في شهر رمضان الوصفة هذه سهلة مهلة وبنينا في الطعم ممتاحة عندها طابع خاص نتمنى إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتابعوا الفيديو حتى للأخر بيش تتعرفوا على طريقة التحذير والمكونات اللي نسحقهم للوصفة متاعنا إن شاء الله الناس اللي تشاهد القناة أول مرة تشتركوا معايا وتفعلوا زر الجرس بيش تتوصلوا دائما بالجديد توى إن شاء الله نتعديو بيش نشوفوا المكونات وطريقة التحذير وتوى نبدأوا باسم الله لهنا أول حاجة خذيت حبة متعة بصل قطعتها رقيقة ضفت لها ملعقة من زيت النباتي وحطيتها تتقلى وخذيت لهنا تقريبا 100 جرام من اللحم المفروم بيش نضيف لهم شوية ملح وشوية من الفلفل الأسود ونشكلهم على شكل كويرات صغار بيش نستعملوهم من بعد في الحساء متاعنا وتوى لهنا بعد ما تقلل بصلة متاعنا بيش نضيفوا عليها كمية من التماطم عندي تماطم السيلة بالنسبة لي يا إينا لهنا بيش نستعمل تقريبا 200 ميلي لتر بالعين لهنا قطر دي ما نستعملها إذا كان عندكم تستعملوا 200 ميلي لتر إذا كان ما عندكم مش تستعملوا التماطم المركزة ملعقة ونصف وبالنسبة لكمية متاع الحساء تقريبا ما يوكل خمسة أشخاص إذا كان يعني عندكم عائلة كبيرة تنجموا ضعفوا المقادير وتحذروا كمية أكبر نخليوا لهنا توا التماطم تتقلى شوية مع البصل لهنا توا كيما تشوفوا التماطم متاعنا تقليت بيش نضيفوا لها كمية من التوابل استعملت ملعقة متاع كركم ملعقة متاع فلفل أحمر حلو وملعقة متاع قزبر وعندي كمية صغيرة متاع ملح لهنا نقصت الكمية متاع الملح على خاطر من بعد بيش نضيفوا الليمون والكبار اللي فيهم كمية كبيرة من الملح هذيك عليش بيش نبعد الحساء متاعنا يكون الملوحية متاعه معتدلة وبيش نمرق لهنا بالماء سخون نخليوا الحساء متاعنا يغلي من بعد بيش نسقطوا فيه كرات اللحم بالنسبة للحساء أذي يراهو يحضر فيه وقت قصير لهنا توا كيما تشوفوا الحساء متاعنا غليه بيش نضيفوا له الكرات متاع اللحم ماذا بيكم كيف تحطوا الكرات متحركوه مش بيش هكي كي يقعدو لكم على شكل كويرات ميتفتفتوش في الحساء ونخليوهم يغليو عشرة دقايق كيما تعرفوا الحم المفروم ياخذ وقت قصير في الطهي من بعد بيش نضيفو لهم الليمون والكبار وتول هنا بعد عشرة دقايق كيما تشوفوا كرة اللحم طابو بيش نكملوا نضيفو لهم الكمية متاع الكبار والليمون الليمون هو الحامض مسير حامض يعني مرقض في الملح وبالنسبة للليمون والكبار راميتي وطعمة بنينة كثير الحساء هذية نتمنى ان شاء الله الناس اللي ما يعرفوش الوصفة تجربوها واخر حاجة بش نكملوا ندوروا بسميد لحرش لهنا راني استعملت سميد متوسط في الاصل راني استعملوا سميد لحرش لكن انا مهوش متوفر عندي وبالنسبة للكمية استعملت تقريبا زوز ملايق متاع اكل كبار وهذي هو توس در متاعنا تقريبا بعد عشرة دقايق اخرين من اللي حطي نالو الليمون والكبار والسميد طوطاب وحضر ان شاء الله نوريه لكم في طبق التقديم وهذي هو توالحساء متاعنا احضر يجي ان شاء الله يجي لذيذ جدا في الطعم ممتاعه نتمنى ان شاء الله الناس اللي ما يعرفوش الوصفة هذية تجربوها وصفة سهلة مهلة وتقدروا تستغنيوا على كرة اللحم استدروا ونجم يجي حتى بالليمون والكبار فقط الكرات متاع اللحم يعطيوه طعم ابن واسبقوا شاركت معاكم في القناة الحساء بكرات اللحم والعجينة المخمرة اللي يقولوا له لحسو وصفة لذيذة جدا وزمنية تقليدية تون خليلكم الرابط في صندوق الوصف اخر حاجة انقلكم من ودكم ومن شهيكم وان شاء الله ربي يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام وانقلوا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافية له ولا مؤوي ان شاء الله ربي دوم علينا وعليكم النعمة نتقابلوا ان شاء الله في فيديو اخر وانقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة